حضرموت ليست مكانا جغرافيا أو رقعة من الأراضي خمسة وعشرون ألف أسرة مستهدفة وبمبلغ يتجاوز السبعمائة وخمسين مليون ريال يمني أبرز عنوان لأهداف إنشاء صندوق حضرموت الخير لعانة الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون وتمكينهم من مشاريع تدر عليهم الدخل وتغنيهم عن ذل السؤال والحاجة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت دشنت أعمال صندوق حضرموت الخيري بحفل رسمي احتضنته قاعة المسرح الوطني بالمكلة بدأنا اليوم بحوالي الإعلان عن المساعدة لتقديم خمسة وعشرين ألف مواطن من أهل الناس المحتاجين جدا وفي عموم مديريات محافظة حضرموت في الساحل والصحراء والوادي وفي عموم المديريات أيضا ولذلك سترتفع لأمكانية التوسع بقدر جهدنا لتحصيل أكبر كمية من المال ومن المعونات وأعتقد أننا اليوم أيضا يحضر بيننا رؤساء وعضاء النظمات المحلية والدولية لذلك لا بد لنا من إشارة أن هذا الصندوق سيء مثل نموذجا للشفافية نموذجا لسهر أعضاء من أجل سعادة الناس المحتاجين جدا ولذلك فإنما تم الحديث عنه أن كل المنظمات المحلية تلتزم بدفع 10% المساعدات العينية إلى هذا الصندوق إجابة أن تلتزم بذلك عبر مدير الشؤون الاجتماعية الصندوق تلقى مبالغ مالية وقد أعلن في الحفل أن مواني البحر العربي من المكلة قدمت 200 مليون أيضا محافظة المحافظة قدم 150 مليون الميازين قدمت مبالغ ضرائب لقات تورد يوميا مليون ريال نحن في الصندوق هدفنا أكبر من هذا في المرحلة الأولى فقط نهدف إلى 750 مليون في المرحلة الثانية نهدف إلى التمكين وإلى أكثر من هذا التجار في حضر موت من ضمنه البسيري قد أعلن أن تبرع وإستلمنا أن نحن في إدارة الصندوق من الأخوة في شركة البسيري 70 مليون نناشد الأخوة بقية التجار بقية المنظمات المحلية والدولية برفض الصندوق وهذه توجهات السلطة المحلية وقيادة المحافظة صندوق حضر موت الخيري سيبدأ أولى أعماله بتوزيع معونة مالية تقدر بـ 30 ألف ريال يمني لـ 10% من إجمالي سكان مديرية حضر موت وذلك عبر استمارات خاصة تم توزيعها لمديري العموم وعبر لجان إشرافية في كل مديرية العمل أمامهم جميعا العمل أمامنا كبير وسوف ينيز بمشيئة الرحمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتكاتف الجهود وتوريد مخصصات الصندوق في وقتها المحدة تلك المخصصات التي أقرت في النظام الداخلي وهذا يتطلب التعاوم لإدارات ذات العلاقة مع الإدارة التنفيذية نؤكد بأن العمل كبير والتحديات أمامنا عظيمة في ظل اتساع مساحة الفقر وتنامي فيات المحتاجين للمساعدات بسبب تدهر الأوضاع الاقتصادية في البلد وأيضا الاتساع النطاق الإغرافي لعمل الصندوق الذي يغطي مديريات المحاوضة البارغ عددها 28 مديرية اليوم يرى هذا الصندوق النور من خلال تدشين توزيع لعنات النقدية وندعو في هذه الفرصة برضو كل الداعمين من قطاع خاص ومن أبناء حضرموت في الداخل والمهجر وكثير من المنظمات أن تسهم في دعم هذا الصندوق ورفضه بالدعم المالي والعيني حتى يقوم الصندوق بتحقيق أهدافها التي أنشئ من أجله لخدمة أبناء حضرموت وفي نهاية الفعالية تم تدشين توزيع الإعانات لعشر حالات مستفيدة من صندوق حضرموت الخير وفتح باب المساهمة وقبول المنح من الجهات المختلفة لدعم الصندوق على أن تخصص للصندوق إرادات من موارد حضرموت لتحقيق أهدافه ويعد ذلك خطوة إيجابية لعلها ستسهم ولو بشيء قليل في تصدي لموجة الجوع والفقر التي يتجرح عدد ليس بالقليل من أبناء المحافظة محمد فضل لقناة حضرموت الفضائية المكلة ترجمة نانسي قنقر